مرحبا، هل تعرفون معنى المنطقة الساحلية؟ المنطقة الساحلية تقع بالقرب من البحر ويقل ارتفاعها عن 500 متر ويتركز غالبية سكان لبنان في المنطقة الساحلية ولقد ازدهرت السياحة في المنطقة الساحلية مثل السياحة البيئية التي ترتبط بالأماكن الطبيعية والسياحة الثقافية التي ترتبط بالأماكن الأثرية والمتاحف من أبرز العوامل التي أدت إلى ازدهار السياحة في المنطقة الساحلية هي توافر الآثار بكثرة وأيضاً جمال الطبيعة وأيضاً توفر المرافق والمنتجعات السياحية وأما العامل الأهم فهو توافر الأمن كما أن هناك العديد من العوائق التي تواجه السياحة مثل ضعف التسليف السياحي وغياب الخطط السياحية في لبنان أو بين دول المنطقة أيضاً من أبرز العوائق هو التلوث وتشويه الشاطئ ومن العوائق أيضاً الذهنية الاجتماعية في بعض المناطق التي ترفض السياح ولكن هل من دور للدولة في تشجيع السياحة؟ يمكن للدولة أن تساهم في التنقيب عن الآثار وإعادة الآثار المسروقة ودعم المهرجانات السياحية وتشجيع الإختصاصات السياحية وبرأيكم هل من فوائد لإزدهار السياحة؟ أخيراً أذكركم باشتراككم بالقناة اكتبوا تعليق وسجلوا إعجابكم ترجمة نانسي قنقر